أستاذ أسماء من إسكندرية تفضل أستاذ أسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا سمحت يا فدل الشيف عندي ابني عنده 24 سنة يعني ما بيصليش ولا جمعة ولا بيصلي ولا فرض ولا ما صحته كتير وما فيش فايدة حضرتك توجه له كلام كده يعني أسألك شوية تلات أسئلة بس عشان أعرف أوجه له إيه أنت لما تقول له صلي بيقولك إيه هل بيقولك أسعدك؟ هل بيقولك سبيني أنا وربنا ولا بيقولك ما تقعدش تصدع دماغي ولا بيقولك إن خلاص بقى ما تقعدش تتعبيني أنا عارف وأنا بصلي وأنتي ما بتشوفنيش وأنا بصلي أنا واحد في تلاته بيقولي سبيني ما لックيش دعوة بي يعني بيقولي سبيني في حالي ما لكيش دعوة بي أحب ما صلي ربنا ساد طيب وبسحته كتير يعني ولا بيصلي جمعة ولا فرض حاضر أدي واحد الكلام ده من من دلوقتي ولا من زمان؟ من زمان يعني من زمان من هو عنده كم سنة من عنده اتناشر سنة ترتاشر سنة ولا من هو عنده خمستاشر سبعتاشر كان بيصلي هو صغير كان بيروح الجامعة وكان بروح المسجد لغاية سنة كام؟ لغاية سنة يعني عشر سنين كده طيب يبقى كده بقاله مثلا اربعتاشر سنة ما بتنهده بعض طيب الحال السؤال التالت والأخير ما تحت كتير يا شيخ طب السؤال الثالث والأخير هو فعلا بيصلي ساعات ويقطع ولا هو حاله ده على طول لا هو حتى في رمضان ما كانش بيصلي كان بيصوم من غير صلاة طيب خلاص أنا عقول لحضرك تعملي إيه ممكن تسبيه حاجة أسماء وما تعدوش تزن عليه لأن زنك ده بيجيب عنده أثر عكسي الحالة اللي حضرك بتذكريها دي هي حالة شخص تمرد على زقه للصلاة فتمرده على زقه للصلاة ده بقى كل ما تقوليه له صلي بقى هو بيتمرد عليك واضح أن ده أثر من أثار علاقته بيك يعني هو بيرفض أنه هو يروح يصلي استمرارا في أنه هو بيقول مثلا طب أنت عايزنا روح يصلي إزاي وانت سايب أبويا يعمل إيديك كده أو أنت عايزنا روح يصلي ليه وانت شايفانا حياتنا كده كده وانت وعملتيش حاجة عشان تغيري من حياتنا كده يعني ده تمرد نوع من أنواع التمرد الذي استمر وعشان كده أنا سألتك عن ده بدأ إمتى واستمر إزاي وشكله إيه فده بيحصل كتير جدا 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 مع الأولاد يبتدوا يتمردوا في فترة المراهقة والتمرد ده يستمر والتمرد ده يستمر ليه؟ لأن في الحقيقة إحنا بتعامل مع أولادنا على أن بعد ما يبلغوا على أن إحنا مكلفين عنهم ونقول لهم كده أنتوا مش هتودونا النار وإحنا مش هنسيبكم فيحس الولد أنه هو إيه اللي حاصل؟ أنه هو الشيطان وجاي يباوز حياتنا طب يقول لها طب خلاص ملكمش دعوة بينا سيبونا بقى مع ربنا فإحنا نصحت لحضرتك أن أنت ما تكلموش عن الصلاة ونصحت لحضرتك أن أنت تحاولي دايما تسأليه عن أحواله وتبطبي عليه وتشوفي هو مشاكله في حياته إيه قربي منه وحن عليه وتبطبي عليه بعد شو هتلاقيه على طول صلاة عارفة ليه؟ عندنا قاعدة كده أن سوء العلاقة مع الرب في الغالب سببها الأب الأب يعني والأم في الغالب في الغالب بيبقى سوء العلاقة مع ربنا سبب على العلاقة بالولدين فحسني علاقتك الإنسانية بابنك دي أفضل طريقة عشان تدعي إلى تدعي إلى الصلاة إن شاء الله لكن اعتبار بقى أن أنت بتعملي كده عشان بتاخديش لقب أن أنت فشلت في تربيته بلاش دي الله يبارك في حضرتك حاجة أسماء أنت حاول بقدر الإمكان أن أنت تتحني عليه وتبطبي عليه وبلاش الشيطان يقول لك هتبطبي على حد ما بيصليش هتبطبي عليه عشان يروح لربنا عشان يحس أن أنت نعمة من ربنا وربنا بعث له كده فيروح يصلي ربنا يشكره على أنه هو رأي قلبك وحنى أن قلبك عليه ترجمة نانسي قنقر